موسيقى موسيقى لماذا غابت حجور من خطاب الشرعية في مجلس الأمن والمنصات الفقوقية؟ أليس ما يحدث في حجور هو جريمة حرب وحصار منطقة ومحاولة إبادة أهلها ومنع الغذاء والإسعاف؟ لماذا تخاذلت الشرعية عن إشراك العالم بمعركة حجور؟ موسيقى أهلا بكم فيما نجحت ميليشيا الحوثي بالضغط لإيقاف الحرب في الحديدة لتخوض معركتها في حجور تبدو الشرعية غير مكترثة لما تعني هذه المنطقة المحاصرة فغابت حجور عن الخطاب الإعلامي والدبلوماسي أمام العالم ليس هذا وحسب بل إن الاحتجاجات تقول إن الشرعية عملت على خضلان أبناء حجور بإيقاف الجبهات المحيطة بها رغم نداء الاستغاثة الذي كان واضحا وهو تحريك الجبهات القريبة والمحاذية لحجور فأبناءها يخضون معركة قدرية بدعم الشرعية أو بدونها لكن الميليشيا لن تتوانى عن قتل الأطفال والنساء يظل تقاعس الشرعية تجاه ما يحدث في حجور والحشا غير مبرر فالشرعية تقول إن لديها جيش وتحالف قادرين على فتح جبهات وسحق الميليشيا لكن لم يصحق شيء غير اليمنيين وكرامتهم خصوصا أن المناطق التي تقرر الانفلات من سطوة الميليشيا ومقاومة الميليشيا يتم رفضها بالخذلان والبحث عن أسباب التقاعس وفتح بوابات للبكائيات دون أي خطوات عملية يأمل اليمنيون أن انتصار حجور سيعزز إلغاء مبدأ وجود حاضنة للحوثي في هذه المناطق على هذه الجبال السوداء تدور معارك ضارية منذ أكثر من شهر طرفها قبائل حملت بنادقها الشخصية وميليشيات تملك عتاد دولة لا وجه للمقارنة هنا فعلى هذه المرتفعات تعلقت أمل اليمنيين ورهانتهم في هذه المعركة لاستعادة دولتهم وجمهوريتهم المسلوبة يخوض المقاتلون هنا معركة مصيرية دون إسناد يذكر في صد هجمات ميليشيا الحوثي التي حشدت لها مقاتليها وأسلحتها يقول مراقبون ان انتصار حجور سيكسر حاجز الخوف أمام بقية القبائل والمناطق التي تقرر الإفلات من سطوة الميليشيا وهدم الصورة الذهنية بوجود حاضنة للحوثي في المناطق التي يسيطر عليها غير أن ذات الأصوات تحذر من أن تتبع حجور الشعاور ولهمول وعتما التي سحقت بغبار الخذلان ومنحة الميليشيا فيها نصرا غير متوقع تحذيرات كثيرة أطلقها متابعون من مغبة ترك المواجهات الدائرة دون فتح خطوط إمداد لإسناد قبائل حجور والتي ستكسر ثقة القبائل بالشرعية والتحالف خصوصا تلك التي تقف في مواجهة الميليشيا يخوض الحجوريون معركة مصيرية وسط حصار قاس حيث تفرض ميليشيا الحوثي حصارا مطبقا على المديرية من جميع الاتجاهات بعد قطع خطوط الاتصالات عنها قبل أيام فحسب صدر بيان استنكر فيه المقاتلون بحجور التقاعس لأسباب ضيقة كما قال البيان مطالبين بفك الحصار بأبناء حجور المتواجدين في المنطقة العسكرية الخامسة ومحور حرض وليس بقوات الجيش نداء الاستغاثة كان واضحا في مطالبه التي تلخصت بتحريك الجبهات القريبة والمحاذية فقط لقاتل الحجوريون دفاعا عن أرضهم تقول الشرعية إن لديها جيشا وتحالفا قادرين على فتح جبهات وسحق الميليشيا لكن لم يسحق شيء غير اليمنيين وكرامتهم ولا أحد يدري فيما إذا قرر الجيش أن يقف على الحياد في هذه المعركة أيضا تمنع ميليشيا الحوثي دخول المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية منذ أسابيع بما في ذلك مصادر المياه الطبيعية الوحيدة في شرق البلاد وغربها فيما شهدت المنطقة موجة نزوح نتيجة القصف المدفعي الكثيف والعشوائي على القرى ما يحدث في حجور جريمة حرب حصار ومحاولة إبادة أهلها ومنع الغذاء والإسعاف كما يقول أهد المنطقة وهذا يفتح الأسئلة عن أسباب غياب حجور من الخطاب الحكومي في مجلس الأمن والمنصات الحقوقية بل وتخاذل الشرعية عن محاولة إشراك العالم بمعركة حجور إذن المشاهدين الكرام في هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب الأستاذ لبيب الناشر وسينضمعه آخرون لبيب الناشط السياسي والحقوقي من نيويورك مساء الخير أستاذ لبيب مساء النور مرحبا أسيا مرحبا للمشاهدين جميعا أهلا بك أستاذ لبيب بالأمس جلسة لمجلس الأمن لم يتم فيها ذكر حجور على الإطلاق رغم المأساة التي تمر بها هذه المنطقة المحاصرة جرى هجوم الحوثيين وحسارهم أيضا برأيك لماذا غابت حجور عن المنصات الدولية؟ في مشكلة لدى الحكومة اليمنية في عاملات التوقيه إلى أدواتها في الخارج في السلك الدبلوماسي معروف لدى الجميع بأن البعثة الدبلوماسية الدائمة في نيويورك لدى الأمم المتحدة لا تستطيع أن تضع أي ورقة أمام مجلس الأمن أو لا تستطيع أن تتحدث في موضوع إلا إذا جاءت توقيهات سياسية من القيادة السياسية العليا بهذا الأمر عند الحديث مع البعثة الدبلوماسية الدائمة هنا الممثلة الدائمة لدى الأمم المتحدة الجواب بكل بساطة لم نتلقى أي توقيهات أمس تعقيبا على كلامك ذكر السفير حقور ولكنه ذكر حقور بالفقرة الثالثة في الصفحة الرابعة في سطرين فقط هو ذكر حقور كمبادرة شخصية منه وهذا شيء يحسب لسفير ولكن لم يكن الذكر بالشكل الكافي الذي يساوي أو يعادل 1% من المأساة الذي تحدث الآن في حقور نعم حتى أنه للأسف الشديد وزير العلام لم يصدر بيان يتم توزيعه للأعضاء المجتمعين وزير حقوق الإنسان لم يصدر بيان يتم توزيعه للأعضاء المجتمعين لم يكن هناك حتى ملحق بسيط يظهر المأساة الإنسانية التي تحصل في حقور لدى السفير في الأمم المتحدة اللي يتم توزيعه هذا قصور كبير جدا في أداء شرعية في جاه ملف حقور هناك 75 ألف مواطن في مديرية كشر على إحصائية 2004 75 ألف روح في داخل مديرية كشر في حقور تتعرض للقتل يومياً بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وأدوات الشرعية الدبلوماسية والسياسية تتعامل مع الموقف بكل حياء بكل حذر ما يحصل في حقور هو قريمة حاقة من الطراز الأولى من الطراز الأول نحن لاحظنا أستاذ لبيب أنه منذ فترة طويلة والمجتمع الدولي يتحدث عن الحديدة جريفت له تقريباً ثلاثة أشهر اللي ما يكون أكثر يتحدث عن الحديدة ومأساة الحديدة ومع ذلك لا يتم الحديث عن بقية المناطق حجور لا تقل مأساة عن الحديدة تعز كذلك الحشا وغيرها من المناطق ما هو التفسير برأيك؟ على الرغم أن الحوثي ليس لديه أي ممثلين في أي دول في العالم ممثلين رسميين وعلى الرغم من أن حكومته غير معترف بها عالمياً إلا أن لدي الحوثي عدد كبير من الناشطين ومنظمة المجتمع المدني في أمريكا، في أوروبا، في جينيف، في تقريباً جميع دول العالم يتحركون بمهنية، وأنا آسف لقول هذا الأمر ولكن هؤلاء الناشطين يتحركون بمهنية أعلى من المستوى الذي لدى سفراءنا والذي لدى وزراءنا حقيقةً، تخيلي إذا كان بالحوثي حالياً ممثل واحد في داخل الأمم المتحدة تخيلي رد الفعل الذي سيكون لدى المجتمع الدولي تخيلي إذا كان لديه سفير في بريطانيا وأنا أتحدث عن بريطانيا بالذات مع احترامي للسفير اليمني هناك ولكن أنا لا أحمل الذنب كاملاً بالسفير اليمني لأنه يظل في الأخير كما قلت هو سفير لكن أيضاً الناشطين يجب أن يكون لهم دول كبير جد الحكومة يجب أن تدعى السفير بالمعلومات وبالتوقيهات بريطانيا هي حاملة القلم في الأمم المتحدة لملف اليمني لا يمكن لمجلس الأمن أن يكتمع من أجل قضية يمنية إذا تحركت أو طلب ذلك بريطانيا اليمن لا تستطيع يجب أن يتحرك ويطلب حاملة القلم وهو بريطانيا باختصار شديد الناشطين الذي لدى الحوثي يحركون بمهنية أكبر وحركية أكبر من وزاراتنا اسمح لنا فقط أستاذ لبيب أن نذهب للصحفي حسن هديت من حجة مساء الخير أستاذ حسن مساء الخير إذن بداية هل لك أن تضعنا في صورة آخر المستجدات في حجة في حجور يعني ما يتعلق بحجور لا أكتاذ آسيا مستجدات نحدث في حجور لا زالت الميليشيات تحشد ترسانا من الأسلحة والمقاتلين ومن الأسلحة الثقيلة التي نهبتها من أسكرات الدولة وخاصة مع توقف كثير من جبهات الوكتان في الوقت الحالي استغلت هذا التوقف في الجبهات وحشدت ترسانا من الأسلحة والمقاتلين لاقتحام ودخول قبائل حجور أن الشباكات مستمرة من ليلة أمس هدأت نعم حسن ما زلت معنا هل تسمعيني؟ نعم أسمعك الآن قطع الصوت قليلا لكن تابع الآن أسمع نعم قلت لك أن الميليسيات الحوثي استغلت هدوء الجبهات القتال في كثير من المحافظات وحشدت ترسانا الأسلحة والمقاتلين على مداخل قبيلة حجور من الشرق في المندلة ومن الغرب في عاهم ومن الجنوب في مديرية أفلح الشام الجبهة الشمالية الشرقية في عبيسة والجبهة الجنوبية في أفلح شهدت ليلة أمس اشتباكات عنيفة استمرت لأكثر من ست أو سبع ساعات استطاع الأبطال أن يصدوا ويكسروا هذه الزعوفات تمت تنفيذ كثير من آلية الحوثي هناك قتل الحزيم بالعشقات ولا زالت بعض الجثث مرمية في أطراف وفي شعاب قبيلة الحجور ما نريد أن نركز عليه أختي الكريمة قضائف الهاول على مدار الساعة هناك موجة نزوح كبيرة وأيضا في الجهة الشمالية الغربية لحجور هذه حاولت أمس أن تفتح جبره من هناك ولكن استهدفت قراءة بني شهر وشهدت تلك القراءة موجة نزوح ذكات فت السكان جميع النازحين الذين نزحوا من قبائل الحجور نعم إلى أين يتجهون هؤلاء السكان نعم نظرا للحصار الذي تفرضه المليشيات وتمنع خروج أي جريح أو أي مواطن أو أي طفل أو أي امرأة من حجور إلى المديرية المجاوغة فهم ينزحون إلى أماكن بعيدة عن استباكات في وسط مديرية حجور في وسط مديرية كشر نظرا للحصار الخانك أكثر السبب الرئيسي لنزوحهم هو تنساقط القذاء في الهاون هو بحثا عن الماء الذي منعت المليشيات دخول المياه وتتحكم في مصادر المياه المديرية منعت عنهم أيضا دخول المواد الغذائية والمادة الرئيسية للغذاء والتي هي مادة الدقيق وسط صمت من المجتمع المدني أيضا من الجانب الإنساني في هذه المديرية نعم إذن هل هناك إسناد عسكري من قبل التحالف والجيش هل هناك يحدث ذلك بكثافة كما يتم الحديث أم أنه مجرد حديث إعلامي لم يصب الواقع بشيء نعم طيران التحالف أسند قبائل حجور بصورة ممتازة جدا أغلب ترسانة الحوثية تم استهدافها من قبل طيران التحالف اليوم بعد العصر إلى الآن هناك غارتين لطيران التحالف في جبل الطوافية واستهدفت عرضة حوثية وتجمع للميليشيات وأيضا في الحوج استهدفت موقع الميليشيات واستهدفت أيضا موقع آخر فيه أكثر من ثلاثين حوثية بينهم قيادات حوثية ونكشف الآن عن بعض الأسماء القيادات التي لقيت مسرعها في هذا اليوم القيادي الحوثي يوسف طاهر وأيضا والد القيادي علي الشفر وعلي بن ناصر جابر وصابت القيادي زيد حامس والقعب هؤلاء القيادات الحوثية هم من أدخلوا الحوثيين وإلى منطقة بيت الدريني فأكذب أن هؤلاء القيادات الحوثية لقيت مسرعها في غارة لطيران التحالف اليوم طيران التحالف أيضا نريد أن نوعه لأن الإسناد ليس الإسناد بالغارة فقط وإنما هناك إنزال شهدته اليومين الماضيين وعليكم سمعتم بذلك هذه عملية الإنزال الجوية للمواد طبية وعقاقير وأيضا لمؤانا غذائية نزلت في موقع محدد في قبائل الحجور طيران التحالف ومركز نفس المان حذرت في الوقت الذي غابت به منظمات الإنسانية التي تدع الإنسانية كمنظمة الغذاء العالمي والمنوطة بها أن تكون في العبيزة في أماكن الصراع في مثل هذه الأوقات كمنظمة أممية دولية تتبع الأمم المتحدة منظمة الطباء بلا حدود التي تعمل الآن وتسعف جرح الحوثيين وككلاهم وتمدهم بالأدوية وتطبب جرحهم لم نسمع لها أي تبيان أو أي حضور في منطقة العبيزة كثير من المنظمات المجتمعية لم نسمع أيضا في إناطة إحاطة المدرس الأممي أمس أي حديث عن الحجور غير التصريح الذي أدل به رئيس المراكبين الذي قال أن حجر الحسنين هدأت ولا يوجد أي اشتباكات وحضرت الاشتباكات في محافظة أخرى مثل حجة حجة اليوم قبيلة الحجور تريد الميليشيات أن تكسر هيبة وصمود هذه القبيلة الميليشيات إذا دخلت وكسرت هيبة سترتكب جرائم ضد الإنسانية ستنتقم من قبائل الحجور التي مرغت في هذه الميليشيات من 2011 وإلى اليوم نعم شكرا جزيلا لك حسن هدأيس أصح فيكم طمعنا عبر الهاتف من حجة عودة إليك أستاذ لبيب يعني تحدثت أنت بأن الحسنين لا يوجد لديهم ممثلين رسمين في المحافظة الدولية على العكس عن الحكومة الشرعية يعني بالأمس تحدث لدى مجلس الأمن عبد الله السعدي من دوب اليمن لدى مجلس الأمن عبد الله السعدي بكلمة لم يذكر فيها حجور على الإطلاق كانت فرصة ربما للعالم أن يسمع ما الذي يحدث في هذه المنطقة المحاصرة وأن الوضع الإنساني الكارثي ليس فقط في الحديدة التي يعني يشعلون الدنيا لأجلها مع ذلك هناك تجاهل لمأساة حجور الشرعية لماذا برأيك؟ كما أخبرتك أغتاسيا الموضوع ليس مجرد فرصة للحديث عن حجور ما يحصل في الحجور بناء على المادة الثامنة من المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة المحكمة للجنات الدولية وقانونها الصادر في 1998 والذي يقول في مادة في بنودة بأن تحجير السكان قريمة حرب جعل السكان المدنيين تحت المعاناة قريمة حرب ناهيك عن قتل التدمير العشوائي قريمة حرب ما يحصل في حجور يقول لتلك البنود للمادة الثامنة مجتمعة في مكان واحد العمل ليست فرصة لكي نقول للعالم ما يحصل يجب أن يكون هناك عمل منظم جدا 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 مدعوم بوثائق ومدعوم بصور ومدعوم ببيانات ومدعوم بإحصائيات يجب أن نثير العالم يجب علينا كحكمة كنا أن نطلب حامل القلم اجتماع عادل لمجلس الأمن يا سيدتي بعض الدول عندما تكون روح واحدة من أرواح أبنائها مهددة بالموت يقيمون العالم ولا يقعدون ونحن خمسة وسبعين أو مئة ألف نفس في مديرية واحدة مهددة بالإبادة الكاملة ويمارس عليها كافة أنواع الجرائم جرائم الحرب المصنفة عالمياً ونحن للأسف الشديد لم نحرك ساكناً لم نحرك ساكناً آن مسكولة على كل كلمة أقولها هنا إلى اليوم لم يعطي أحد من كل مسكولة حبور ما تستحق أمس الليل أمس الليل دخلت قوات الحوثي إلى قرية بني شرية فقّروا المدرسة وفقّروا المسجد وفقّروا بيت منصور عبد الله وعلي عبد الله وماجد عبد الله يعني فقّروا البيوت وحقّروا النساء وأسروا وقتلوا في قرية واحدة أمس الليل قبلها حصل نفس الشيء لم يذكر أحد من مسؤولين الدولة يجب على الأقل أن تركع هذه القطايا إلى محكمة الجناية الدولية ويجب أن يعلم الحوثيين أن الشعب اليمني لن يسامحهم والتاريخ لن يسامحهم وصل لهم جنائياً وستبقى قضايا جرائم الحرب تلاحقهم إلى آخر أعمارهم منهم أبو عمار القدمي وشرف الدريني ومحمد طاهر الدريني الذين الآن يقودون الحرب ضد كشر وضد حبور من جاعة الشر منهم أبو عز الدين المغربي منهم حسن محمد طالح القاضي منهم المداني من قبهة الشمال هؤلاء بالاسم سبق عليهم قطايا وهناك شهود لديهم تسجيلات صوتية من قنودهم الذين أقضوا أن يضربوا على أبناء مستهم لدينا شهود لديهم تسجيلات صوتية بأوامر ليقصفوا قراءهم أو ليقصفوا قراء ومساكن حب هؤلاء سترفع لهم قطايا يجب أن تقوم الدولة بواكفها في هذا الاستجاه يجب أن تقدم هذه الأسماء إلى أقنى العقوبات يجب أن يتم تعوى إلى اجتماع في مجلس الأمن خاص بحبور مئة ألف طوخ في داخل حبور مهددة بالإفادع وكل يوم تفادع الجميع يخشى أستاذ لبيب أن تذهب حجور كما ذهبت تعز لم يعد يتحدث عنها أحد رغم المأساة الكبيرة التي يعيشها أبناء تعز أيضا هناك الحشا في الضالع وهناك كثير من الأماكن التي يتم تجاهلها تماما من قبل الشرعية ما رأيك هذا السؤال يفترض أن يوقع للشرعية يفترض أن يوقع للأخ رئيس القمهورية يفترض أن يوقع للأخ رئيس الوزراء يفترض أن يوقع لمجموعة الأستشارين الذين نحن في اعتقادنا أنهم أرباب أرباب العمل التماسي في سالقمهورية ليت وحيدا في سالقمهورية بحاطة بمجموعة الأستشارين اليوم صدر بيان عن الأحزاب السياسية الأحزاب السياسية التي يفرض أن أفرادها وعناصرها موجودين في جميع المناصب الدبلوماسية والسياسية الحكومة كلها بدأت إلى الأحزاب السياسية بالأخير هذه الأحزاب السياسية تجتمع وتصدر بيان يعني يحجل الإنسان يعني بيان عام بيان إنشائي يحجل المواطن اليمني أن يقول أن هذه الأحزاب السياسية الذي يفترض أن تدافع عن حياتنا عن حياة أمة بالكامل هبور إن سقط لن تجرؤ قبيلة أخرى في مناطق الشمال وشمال الشمال على أن ترفع رأسها من تحت المناطق ستسقط الشرعية مدى الحياة في داخل مناطق الشمال وشمال الشمال وستضطر الحكومة الشرعية أن تحصل بإرادة الحوثي وهذا ما يحدث الآن من صنع كلمة جريفت أمس في مجلس الأمس يظهر له تماما أن برغم أن الحكومة الشرعية هي المعترفة بها دوليا إلا أن جريفت يقود المطاوضات ضاغطا على الحكومة الشرعية لماذا؟ لأن باعتقاد آداء الحوثي يظل أبطل بكثير من آداء الحكومة الشرعية ليس لأن الفريق المطاوض غير جيد ولكن الفريق المطاوض لحاله لا يعمل شيء يجب أن تتحرك الحكومة بأدواتها كل في مجاله ما هو تفسيرك لتوقف بعض الجبهات المحاذية لحجور وكثير من الجبهات وكأنه يتاح الفرصة للحوثي بالتركيز فقط على حجور يعني هناك مناطق محاذية لحجور ربما كانت ستشكل ضغط حقيقي لفك الحصار عن حجور ولكن الأسف الشديد هناك أمر بتوقف القتال في هذه الجبهات ما هو تفسيرك؟ مرة أخرى أنا بعيد كثيرا عن الجانب العسكري ولكن كمراقب فقط هناك 20 كيلو متر فقط الحبور عن القوات من المنطقة الخامسة هذه 20 كيلو متر هي ما بين السهل والقبل يفترض الآن أنه قوات الحوثي ليست عصابات قوات الحوثي في حول حجور ليست نفس التشكيلات لقوات الحوثي على الحدود قوات الحوثي على الحدود يقابها عن حرب عصابات مجموعة من 7 أشخاص من 10 أشخاص يعملوا هجمات متقطعة لكن قوات الحوثي على منطقة حجور أرتال من العرباء كتائب من المقاتل جميع القوات مكشوفة أمام قوات التحالف أمام الضربات القوية يجد فعلا أن تكون الضربات المركزة بحيث أن يتم قد الحصارة على حجور أقل شيء والسماح للقوات المنطقة الخامسة للتقدم 20 كيلو متر ليست هذه المسافة الكبيرة أمام عشرات الآلاف قوات البرياء المتوادبة والعتاد الحديثة المتوادبة في المنطقة الخامسة نعم إذن نسمح لنا أستاذ لبيب أن ينضم معنا عبر الهاتف الكاتب عامر السعيدي من مقرب مثال خير أستاذ عامر مثال خير أختم إذن عامر يعني كونك من أبناء المنطقة ومهتم بالمتابعة لكل ما يحدث هناك هلأ وضحت لنا آخر المسجدات في منطقة حجور لا يجب غير الهجوم الذي يشنه الحوثي منذ الأمس حتى اليوم هجوم على الجبهة الشرقية والجبهة الجنوبية وهو هجوم غير طبيعي وغير معتاد حشد فيه كل قوته البشرية والعتاد استخدم فيها أكثر من عشر جبابات وعشرات المجرعات البيئين بي والمجفعية التقيلة والهاؤناس كل الشحة التقيلة يقوم بكث القرى بها تتعرض أطراف كشر الشرقية وجنوبا لعملية إحراج ما يسمى إحراج الأرض في اليومين الأخيرين غاب طيران تحالف بشكل سبيل يساهم ذلك في أن يقوم الحوثي بهذه العملية التي للأسف الشديد استطاع أن يتقدم من خلالها في قريتين بجنوب المديرية وكذلك يتقدم لكن ذلك كله بسبب طياد الطيران هذه اليومين قال أنه بسبب الأحوال الجوية لكن ذلك ليس مبادرا كاذيا أتمنى أن يتعامل قوات التحالف مع هذه العاليات والعربات العسكرية التقيلة التي تقصف البيوت وتقصف المواطنين المقاتلين هم بالجبال وهذه الأسلحة تقصف القرى وتقصف المدارس وتقصف البيوت وتقصف حتى مزارع المواطنين يتعرض يواجه أبناء حجور في فشار هذه القوة بإسرار وثبات كبير ويحاولون بكل ما أوتوا من قوة وشجاعة والسلسال أن يصدوا هذا الهجوم وبالفعل كما بالأمس تقصف أعنف حجومات الحوثي لكن الحوثي اليوم يحاول اختراج أطراف المديرية بشكل أو آخر لكن ذلك سوف يضاع حسائره التي تقدر بالعشرات بين الأمس واليوم وكذلك أيضا سيلحق بالمواطنين أضرار سواء بممتلفاتهم أو في أنفسهم طرشة سقط أمس أربعة شهداء وستة جرحة وكذلك أيضا تبررت بيوت كثيرة ونزحت مئات الأسر مئات الأسر التي كانت تسكن هذه المناطق أصبحت في العراء غادرت بيوتها تركت مزارعها تغيرت حياتها أصبحت جحيم نعم إذن عامر يعني هناك من يتحدث أن دعم التحالف وإسناده العسكري لأبناء حجور أصبح مكثفا هل ذلك صحيح؟ في الأسابيع الماضية كان تدخل طيران تدخل موفق بشكل كبير جدا وستطاع أعطاب آليات عسكرية كثيرة جدا للحيثيين سواء في أطراف المديرية أو قبل وصولها وهو الآن أن يتم العقاب هذا بلأن تصل إلى جبهات الحرب وكان ذلك يشكل فارجا كبيرا بعد خياف القيران استطاع العزي تحديث اختراض لأن المواطن البسيط الذي يحمل سلاح السلاش المتوف لا يستطيع أن يواجه الجبابة والمدعية والرفشاتات السبيلة ومع ذلك يحاول الناس أن يتجسلون على جراحهم ويقفوا بكل قوة فهم في انتظار أن تتدخل شرعية وجيشها والتحالف بالشكل الذي ينبغي أما عمليات القصة فإنها لم تؤثر على الحوثي على مدى أربع سنوات مرت أربع سنوات من الحرب وأربع سنوات من القصة فلا زاد الحوثي يزداد قوة كل يوم ويزداد إشرارا على تحق المواطنين سواء في حجور أو في كعز أو في فضالح أو في أي مكان نحن نعمل ونتمنى أن تقوم قوات الجيش بشكل حفار لا بتحرير المنطقة المنطقة حرة وأبناؤها مقاتلون شجعان لا يريدون أن يحقق معهم أو الضباق عنهم فتريدون طريق يبحثون عن منفذ للناجحين والجرحة والقضاء والأسلحة والأتاج هذا هو الهم الأكبر الذي يؤرد أبناء المنطقة نعم إذن عامر بالأمس كان هناك جلسة لمجلس الأمن لم يتم ذكر حجور من قبل منذوب الحكومة ولا من المبعوث الأممي برأيك لما لا يسلط العالم ما يحدث على حجور ولا يتم ذكرها على العكس يتم فقط ذكر الحديدة كيف تريدين أن يتكلم العالم عن هذه الصرار قبل أن يخرجوا أن يطنق لن نجد ذلك من من يفترض أنهم مسؤولون عن هؤلاء المواطنين وأن الحرب تعنيهم بالجرجة الأولى قياد الخطاب الرسمي الوطني هو أحد أهم أسلاب القرحة القطاب الجولي لا يمكن أن يتبنى العالم تضيح تفويدانه عنه إذا كان أباك وراعي هذه الأسرة قائد تماما الرئيس سمع الترفيه أن يخرج وأن يوجه خطاب الحكومة كان يجب عليها أن تتخاطب مع الأمم المتحدة أن تطرح صفية أبناء حجور ضمن المشاورات التي تجري من أجل اتفاق الحديدة كيف يريدون أن يوضعون على اتفاقات الحديدة والحوثي يقوم في أبشع الجرائم الآن يجب كان على الحكومة أن توقف هذه المفاوضات وهذه المشاورات والحرارات حتى من أجل خاطر الشهداء والجرحى والمحاصرين من أبناء حجور لا أن تستمر معهم ويعطيب خطابها ومع ذلك يريدون من مجلس الأمن ومن أم المتحدة ومن المجتمع الدولي أن يتحدث عنهم لم يتحدث عنك أحد إلا أن تكون أنت من يتبنى ذلك ويتخاطب مع العالم ومع المجتمع المحلي والإجليمي والدولي نحن أهم أولا من قياد الشرعية من قياد صوت الزائف من قياد الحكومة من قياد المسؤولين من قياد محافظة المحافظة وقيادة منطقة الأسكرية الخامسة التي لم تتلق حتى طلقة في الهواء حتى الساعة وهي على بعد نظرة من المواجهات التي تحصل في حجور نعم إذا شكرا جزيلا لك الكاتب عامر السعيدي كنت معنا عبر الهاتف من ماء ربع أعود إليك أستاذ لبيب أستاذ لبيب يعني كما تحدث معنا الصحفي حسن هديس قبل ذلك يتحدث عن نزوح كبير لكثير من الأهالي والأسف الشديد لا يستطيعون الخروج خارج حجور بحكم أنها محاصرة من قبل ميليشيا الحوثي يذهبون باحثين عن الماء الذي تم منع دخول مصادره إلى هذه المنطقة يبحثون عن أماكن آمنة في الجبال وعلى أطراف المدينة يعني لا تفاعل للمنظمات الدولية لا حديث لكل هذه المأساة الإنسانية التي تحدث الأمراض التي ستنتشر نقص الغذاء وبالتالي هناك ترشحاء لمجاعة أخرى ما هو تفسيرك لكل ذلك؟ أرجع مرة أخرى وأقول لك أخت أسيا بأنه لا أحد سيتحرك إن لم يكن يعلم ما يحدث هناك لا أحد سيتحرك من المنظمات الدولية كافة إن لم يكن يعلم أن هناك أصلاً حرب قائمة وهناك نزوح وهناك أعداد كثيرة من الناس يقتلوا هناك أطفال ينزفوا يعني يقرحوا وينزفوا في المستشفى إلى الموت هناك 800 جريح حالياً الآن وأنا أكلمك هناك 800 جريح منهم 300 طفل وإمرأة أنا أرى أن يعني تجد أن هناك تقصير إعلامي لإيصال ما يحدث؟ تقصير على كل المستوات تقصير بداية وأنا أوجه نداء عبر شاشتكم إلى وزارة حقوق الإنسان في اليمن أن تتحمل مسؤوليتها كاملة أوجه نداء عبر شاشتكم إلى الأخ وزير الإعلام وطاقمه في وزارة الإعلام الرسمية أن يتحمل مسؤوليتهم في هذا الجانب أوجه نداء إلى كل سفراءنا في أوروبا في ألمانيا بالذات الذي إلى اليوم لا تعترف أن هناك نظام أو حكومة شرعية والدريل على ذلك أن الفعالية التي تمت يوم 16 فبراير يوم الأربعاء الماضي في أمانيا الرؤية المستقبلية للسلام لم يدعو إليها الحكومة الحكومة الألمانية نظمت هذه الفعالية ولم تدعو سفيرنا هناك لا تعلم حتى أن نحن الذين تقريبا سفير في ألمانيا فلا أحد سيتحقك إلا نتحرك نحن وأنا أرى أيضا أن يكون ملف حقور شرط رئيسي لبدء أي مفاوضات قادمة إيقاف الحراكة الأسكري من قبل الحوثي على حقور يجب أن يكون شرط لبدء أي مفاوضات أو أي لقاءات قادمة حول الحديدة أو حول تعز أو حول أي شيء آخر لن يفيد الشعب اليمني أن تحل مشكلة الحديدة وأبناء الحديدة وتعز وأبناء تعز ولدينا أخوة في حقور يموتون يوميا نعم إذن أستاذ أيضا يتم الحديث عن دعم للتحالف ولكن الأسف الشديد عبارة عن قصف للطيران وهناك دعم خفيف جدا كما تحدث ضيفي لبعض الأدوية والذخير ولكن ليس بالشكل المطلوب وكما تحدث عمر لو كان القصف حلا لا تمت الحرب وانتهت منذ أربع سنوات والتحالف يقوم بهذا القصف برأيك لما تتناسى السعودية بالذات هذا العمق الاستراتيجي بالنسبة لها يعني حجور تعد منطقة مهمة تصل بينها وبين حرض بخط واحد تعد أيضا يعني غير حاضنة لفكر الحوتين وبالتالي هي شوكة في حلقة هؤلاء هذه الجماعة أنا لا أريد في هذا اللقاء أن أحبط الشعب اليمني ولكن التحالف يعتمد على المعلومات الاستخبارية التي تأتيه من الطرف اليمني هناك صراع بين الأطراف اليمني حول من يجب أن يعتمد عليه بداخل المنطقة عندما يتم انزال أخر آسيا فأنت يجب أن تعرف لين سيتم الانزال أين سيتم الانزال كيف سيتم توزيع المؤن بالذخائر والأسلحة من تتق بهم الحكومة الشرعية لا يتق بهم التحالف ومن يتق بهم طرف من أطراف الحكومة الشرعية لا يتق بهم الطرف الآخر في الحكومة الشرعية فهناك تفاصيل كثيرة لا يجب أن تذكر حاليا حفاظا على لا أعلم الجميع بات يعلمها أفصد لبيب نعم سمح لنا إذن أن ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور محمد جميح المحلل السياسي من لندن مساء الخير دكتور محمد سعى النور إذن دكتور ما هو تفسيرك لغياب ذكر حجور في جلسة الأمس حول اليمن في مجلس الأمن لم يذكرها منذوب اليمن ولا المبعوث الأممي رغم المأساة الحاصلة والحصار المطبق على هذه المنطقة يعني برأيك لما هذا التجاهل لكل ما يحدث هناك طبعا هذا التجاهل هو تقصير من طرف الحكومة اليمنية وهو تجاهل من الأمم المتحدة وتقصير من الحكومة يعني الأمم المتحدة لا تريد أن تفتح بؤرة جديدة للصراع لا يريد برؤوث تولي مارتين جريفت أن يثقل تقريره ويصدع رؤوس أعظم المتحدة ببؤرة الصراع الجديدة وهو الذي أراد أن يطمئنهم بأن الأمور طيبة وبأن اتفاق ستوك هولم في طريقه للتنفيذ خلال أيام فهذا الطبع لا يريد أن يفتح هذه البؤرة أو يصلت الضوء عليها الحكومة اليمنية التي كان ينبغي أن تذكر وأن تحمل مسؤولية نقل معاناة الناس في حجور خاصة وأن هذه المنطقة لها أهمية استراتيجية بالغة بالنسبة للحوثين وبالنسبة للحكومة اليمنية من يسيطر عليها استطيع أن يحرك الأمور وأن يغير المزاج العام في عمران وبالتالي كما هو معروف أن عمران هي بوابة الصنعاء هما اليمنية لأنها قرأت التاريخ قليلا الإمام الهادي الرسل عندما أراد أن يدخل صنعاء قام بإخضاع هذه القضاء الأول هل يعقل أن الحكومة الشرعية لا تعي هذه الأهمية ولا التحالف أيضا ويعيها فقط الحوثي؟ بعد ذلك جاء الأتراك ودخلوا صنعاء من هذه المناطق ثم بعد ذلك في حروب الثورات اليمنية في 48 توجه الإمام أحمد إلى هذه المناطق وألب القبائل ودخل صنعاء وأفشل ثورة 48 في 62 وبعد 7 سنوات أو 6 سنوات من 5 سنوات من الثورة جاء حصار السبعين من أين جاء؟ من هذه المناطق عندما أفلت الإمام البدر وذهب إلى هذه المناطق وعاد إلى صنعاء محاصرا لماذا انكسر حصار السبعين؟ لأن الناس في صنعاء صمدوا ولأن هذه المناطق تغير مزاجها فأصبحت في صف الجمهوريين ففشل الحصار على صنعاء هذه مناطق جوهرية لو استطاعت الحكومة الشرعية والتحالف العربي إمداد المقاتلين فيها في الداخل بما يعينهم على الصمود فلا شك أن المزاج العام في عمران وهي هناك تداخل قبلي وحجور تتبع قبليا حاشد يمكن أن يتغير المزاج القبلي في عمران وإذا تغير المزاج القبلي في عمران فالجيش الوطني على مرمى حجر لأنه بالقرب من برط في محافظة الجو وبالتالي يمكن أن تكون هذه الجبهة محسومة أنت الآن يمكن أن تقطع الطريق على إمدادات الحدين في الساحل الغربي ستكون صنعاء أيضا مقطوعة عن صعدة أما المحافظات جنوب صنعاء إبو دمار وريمة والبيضاء والإمداد الحوثيين في تعز سوف ينقطع هذه جبهة أهم بكثير حتى ربما أو توازي جبهة الساحل الغربي أو جبهة تعز لأنها ستوفر المزيد من الوقت ولمزيد من الجهد والمزيد من الاتباء فيما لو استطاعت الحكومة اليمنية أن تدعم المقاتلين وهي بالأصل شرعية وجمهورية وترفض الحوثيين ولم يدخلها الحوثي منذ سنوات طويلة حاول إخضاءها حل الرغم من أنه وصل إلى صحي العدن لكنه لم يخبر هذه المنطقة لكن أستاذ دكتور محمد إذن يغيب التفسير المنطقي لتجاهل الحكومة والتحالف أيضا لهذه الأهمية الاستراتيجية يعني في الوقت الذي نجح فيها الحوثي بإيقاف معركة الحديدة والضغط على المجتمع الدولي ليتوجه إلى حجور بكل ترسانات يتتوقف كثير من الجبهات في كثير من المناطق التي يمكن أن تشغل الحوثي ويتم الحجد والاستعدادات اليومية لهذه المنطقة في ظل تجاهل واضح من قبل الحكومة الأسف الشديد والمنطقة العسكرية الخامسة التي تدير هذه المنطقة التي حسب حديث عامر سعدي لم تطلق طلقت رصاصة واحدة وهي تبعد عنها ربما مئة كيلومتر إن لم يكن أقل نحن ينبغي أن لا نكون سوداويا بهذه الصورة القوات التحالف العربي تدخلت بالطيران صحيح أنه ليس التدخل الذي يمكن أن يغير هذه اللحظة مع موازين القوى في حجور لكن كان لها دور كبير في قطع وضرب إمدادات الحوثيين كان لها دور كبير أيضا في ضرب المعدات الحسكرية التي حشدها الحوثيون وأهل المنطقة والمقاتلون في المنطقة تحدثون عن ذلك كما أن هناك محاولات وغورة هذه المناطق لإنزال جوي لإنزال المستشفى ميداني وبعض الأدوية التي ربما يؤاني التحالف من صعوبة إيصالها لأنها إذا ما نزلت من مسافات فعيدة يمكن أن تتعرض للتلف لكن هناك أنباء أيضا وإن كانت هناك مسافة كبيرة بين مستباء وبين الجبهة في عاهم لكن هناك أيضا بعض المنوشات التي حصلت اليوم على أطراف مستبى من الجهة الجنوبية يمكن أيضا أن تسهم لكن صحيح أن أتفق معك بأن الحوثيين استغلوا اتفاق السكهولم لنقل أسلحاتهم ومقاتليهم بشكل مكثف لإخماد هذه الثورة في حجور الحوثي ذاته قال بأنه يجب أن يدخل حجور بأي ثمن مهما كان الثمن لماذا؟ لأنه يعرف من تاريخ الآئمة من قبل بأن حجور تعني عمران وأن عمران تعني صنعة لأن عمران هي أبوة الصنعة وإذا ما فقطت هذه المنطقة في يد الشرعية فكما ذكرت تحصيل حاصل تأتي المناطق الأخرى وليس في حاجة إلى أن يقاتلوا فيها نعم إذن شكرا جزيلا لك دكتور محمد جميح المحلل السياسي كنت معا عبر الهاتف من لندن أشك لك أيضا أستاذ لبيب ناشر كنت معا عبر سكايب من نيويورك وهو كذلك مشاهدين الكرام لكم لحسن متابعتكم وإلى نلتقيكم في مسان يمنين جديد كنوا براعاة الله وآمنه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة